أشار ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن الحركة الشرائية خلال فترة عيد الأضحى لم تكن ضمن المستوى المطلوبة وقال إن الحركة الشرائية كانت محدودة وضمن مناطق معينة على الرغم من استقرار الأسعار في السوق والتخفيضات الكبيرة في مختلف المحل والمراكز التجارية وضف أنه على الرغم من فتح القطاعات والسماح بالحركة لساعة أطول إلا أن نشاط الحركة التجارية ضعيف بالنسبة لموسم العيد لا فتن إلى أن هذا يعد مؤشرا على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين يعني بصراحة كان العيد كأي يوم سابق الوقفات العيد كانت محدودة في أماكن معينة في حركة شرائية ولكن باقي المحافظات وجبال عمان ونقدر نحكي ضواحيها كان هناك فيه بالفعل ضعف قوة شرائية واضح هذا كمان يعني أدى إلى كمان فترة العيد اليوم الأول والثاني والثالث شفنا أنه الأيام طبيعية جدا لم يكن هناك فيه يعني ارتداد للأسواق أو وجود قوة شرائية هذا يعكس صورة أنه يعني السيولة ضعيفة بيد المواطن وبحاجة إلى يعني يكون هناك فيه دعم للتجار لتم تعويض التجار لما عنوخ للجائحة كورونا